بسم الله الرحمن الرحيم محدثكم طه علي الصباو باسم الإلكترونيك كلية هندس الإلكترونيات جامعة نينو محاضرتنا اليوم سنصمم دائرة تقوم بجمع رقمين بايناري أو طرح هذين الرقمين فرح أخذ مثال لو كان عندي رقم M0M1 زائدا N0N1 رح أجمع بت مع بت ويطلع الناتج وهكذا إذا طلع عندي محمول رح أجيبه في هذا المكان وأجمع بقية الأرقام هذه في عملية الجمع وإذا كان عندي عملية طرح فM0M1 وريد أطرح N0N1 ذكرنا سابقا حتى نتجاوز عملية الطرح نلجأ إلى كيف رح أستخدم الرقم الذي في الأعلى يبقى كما هو أحول عملية الطرح إلى جمع أقلب هذه الأرقام يعني أخذ مالتها والتوز نقلب ونضيف واحد فإذن رح أضيف واحد إلى الناتج رح أعمل نفس العملية في الدائرة اللي رح أصممها زي قبل ما أرسم الدائرة رح أذكركم بعمل الأكسوكروسيف السلك الآخر للأكسوكروسيف أور رح أخلي رح أضع السلك الثاني للأكسوكروسيف أور على سويتش ذو طريقين ممكن أن يأخذ صفر فولت أو ممكن أن يأخذ لوجيك ن إكسوكروسيف أور صفر ون إكسوكروسيف أور واحد هذه ماذا تساوي حسب دراستنا السابقة إذا ن مع الصفر ببوابة إكسوكروسيف أور يطلع ن كما هو أما ن مع واحد فيطلع ن بار هذه الخاصية رح أستخدمها في تصميم الدائرة اللي رح تكون فوربت أدر سبتراكتر يعني دائرة هي تجمع وتطرح في نفس الوقت رح أستخدم فوربت أدر اللي بيها أربع مداخل لإمبوت أربع مداخل لإمبوت آخر والأربع أوتبوت سي إن و سي آوت ونذكر أنه الفوربت أدر بداخلها أكو أربعة فول أدر أنا أريد أجمع M مع N أو أطرحهم فإذن الرقم اللي في الأعلى يبقى كما هو ما راح أتلعب به أما الـ N ففي بعض الأحيان أما الـ N ففي عملية تجمع كما هو أما في عملية الطرح فأحتاج أن يكون معكوس الرقم أي الكومبليمنت فرح أستخدم الإكسوكليوسيف هذا هو الرقم N رح يدخل إلى أربع بوابات إكسوكليوسيف فإذا ردت الرقم N كما هو لازم السلك الآخر لبوابة إكسوكليوسيف يكون قيمته صفر وإذا ردت الكومبليمنت له على هذه الأسلاك المفروض تضع الرقم واحد فإذا كل هذه الأسلاك يأما صفر يأما واحد فإذا رح أعملها short الآن لو وضعت هنا صفر كل الأرقام هذه تدخل كما هي إذا وضعت هنا واحد كل هذه الأرقام رح تصير المقلوب لها رح أجيب هذا السلك في هذا المكان وزائد خمسة فولت وأرضي وهذا السويتش هو اللي في بعض الأحيان ينطيني لوجيك وون أو ينطيني صفر إمتى ينطيني صفر في عملية الجمعة فإذا أل صفر في هذا المكان رح أكتب بدل ما أكتب صفر رح أكتب أد إجمع وبدل وبدل أن أكتب لوجيك وون على الخمسة فولت رح أكتب سبتراكت كتابة فقط ولكن من ناحية العملية أربطوا بالخمسة فولت ومن ناحية العملية بالنسبة لآت أربطوا بالجرون فإذا إذا عندي عملية جمع رح أحول الـ switch إلى الصفر فتصير عملية جمع إذا عندي عملية طرح رح أعلي الـ switch إلى الأعلى فأخذ لوجيك وون وتتحول الـ الن تتحول إلى الن بار لكن ننتبه أنه في عملية الجمع هذا السلك ما ممكن يترك سائب فإذا في عملية الجمع أريد أن يكون قيمته صفر في عملية الطرح أنا صح قلبة الـ N إلى N بار لكن أحتاج أضيف واحد وين رح أضيف الواحد رح أضيفه في هذا المكان فإذا في عملية الجمع صفر وفي عملية الطرح أخلي واحد حتى يضاف واحد إلى الرقم الناتج هذا الرقم زائدا المقلوب للـ N زائدا واحد الواحد يجي من السي فإذا بتجمع صفر وبالطرح واحد بدل أن أضع سويتش في هذا المكان رح أخذ هذا النقطة إلى هذا المكان وشوفوا أن الدائرة أصبحت تعمل بشكل تلقائي إذا احتجت طرح ضع المفتاح إلى الأعلى ففي هذا المكان رح يجي واحد الـ N يقلب وأيضا الواحد يجي في هذا المكان رح يضيف واحد فتصير M زائدا N بار زائدا واحد إذا عندك عملية جمع نزل الـ الاسفل رح يأخذ صفر الـ N يدخل كما هو M زائدا N كما هو زائدا صفر بالـ C فيطلع الجواب بشكل صحيح هذه هي دائرة الجمع والطرح كدائرة الكترونية منطقية شكرا لإعصائكم ترجمة نانسي قنقية ترجمة نانسي قنقية